من رحب حضراتكم مرة تانية لسه مستمرين مع حضراتكم في استعراض أهم فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وفي كمان اليوم التاني وبالعودة مرة أخرى لجلسة من جلسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي استعرد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التجربة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وقال أن مصر بتمتلك أكبر موارد للطاقة الجديدة والمتجددة وستكون من أكبر خمس دول منتجة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وإفريقيا مصر من أكثر الدول وده كلام العالم من أكثر الدول التي تكون عرضة لتبعات التغير المناخي رغم أنها مسؤوليتها عن هذه الظاهرة محدودة جدا 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 ولكن مصر من أكثر الدول اللي ممكن أنها تكون معرضة للتأثير السلبي بسبب التغيرات المناخية أرقامنا بتقول أن مصر مساهمتها كلها 6 من 10% من كل الإنبعاثات الضر على مستوى العالم وده طبعا نسبة ضئيلة جدا 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 ولكن مرة أخرى إحنا من أكثر الدول اللي حتكون معرضة لتأثير سلبي بسبب هذه التغيرات وكلنا بنسمع عن موضوع ارتفاع منسوب البحر واحتمال غرق بعض المناطق اللي الدولة المصرية هزاي ما أنا حعرض على حالكم عملنا إيها عشان نواجه هذا الكلام لكن في نفس الوقت والعالم بيقول كده بيقول أن مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة ويمكن هنا الكلام التصريحات اللي بتقولها وكالة فيتش كان بتقول أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتين الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الرغم من كده مصر حتى خطة أنها الضاعف هذه الطاقة 300% في خلال الفترة القادمة